موسيقى موسيقى بهذه الفكرة كل مرة منروح لمعلومات عامة حتى قدو انا نستفيد منها بذات الوقت خلينا نبلش مع اول معلومة عنا لليوم يلي هي عن الانسان وبالاخص عن خلايا الجلد يلي بيفقد الانسان نحو 4 كيلو جرام من خلايا الجلد بكل سنة معلومة تاني كمان عن الانسان يلي ما بيقدر الانسان ان يكون عم يظهروا في الدموع قبل ما يبلغ شهر واحد من العمر تبلغ كمية الماء العذبة بالعالم 3% بس وبالنسبة كمان لماء الخليج العربية فهي بتنتلك اعلى درجة حرارة ماء بالعالم ما فيه للنبات اللي تكون عم ينتقل من مكان للتاني على عكس الحيوانات يلي فيها تكون عم تقوم بهيدا الموضوع بالنسبة للكاتشاب يلي هو استخدم الكاتشاب عام 1834 ميلاديا لمعالجة عصر الهضم عنا بكافة انحاء العالم 7000 لغة مختلفة وبالنسبة للغة الانجليزية فبيتحدث فيها ربع سكين العالم باللغة الانجليزية نجعل الانسان يلي بيشعر الانسان بالعطش وقته بيفقد تقريبا 1% من الماء المتواجد بالجسم بالنسبة لحيوان فرس النهر فهو ما بيمتلك معدة بجسمه وهو بيقوم بامتصاص المواد الغذائية من الطعام من خلال الأمعاء الموجودة عنده وبمر الغذاء من خلال الجهازه الهضمة بسرعة كبيرة بالنسبة للمانيازيوم فهو معدن مهم لوظيفة الجسم يلي بيساعد بالحفاظ على ضغط الدم كمان بيحافظ على استقرار ضربات القلب عنا كل خلية بتحتوي على هذا المعدن وبتحتاجه لتكون عم تشتغل وعنا تقريبا 60% منه بالعظام والباقي موجودين بالعضلات والانسجة الرخوة والسوائل وخاصة الدم كمان المانيازيوم بيلعب دور مهم بوظائف المخ وبالمزاج كمانا من روح الأطعمة والأخص الأطعمة الغنية فيه هي الاسبانغ الشوكولال داكن الموز سمك السلمن والحليب غالبية أنواع أحمر الشفاهة بتحتوي على مصاحيك مختلطة من أشور الأسماك وبيقدر رأس الثعبان أنه يلضغ حتى بعد مرور نصف ساعة على بترو مع كل هالمعلومات بدنا نروح للفقرة البعضة اللي هي يا سيلا بريتيز بيسا لابريتيز كل مرة منتعرف على شخصية مشهورة ومنشوف كيف انشهرت والمسيرة اللي قطعت فيها وكل أعمالها بيسا لابريتيز اليوم اللي نتعرف على جزاف بنصار جزاف بنصار اللي هو ممثل دبناني ومش بس ممثل هو كمان كاتب ومخرج مسرحة بلش مسيرته الفنية مع رائد المسرحة اللبناني المعاصر منير أبو دبس من بعد قبل ما يسافر لبولندا ليتعلم أصول الفن من بعد انتقل لبريتيز والتحق بمسارحها واكتسب المزيد من الخبرات والمعلومات ومن بعد عودته لبيروت تأسس فرقة مسرحية خاصة فيه قدمت مجموعة من الأعمال وحصدت نجاح كبير تمسك بالمسرح من بعد انتقل للتليفزيون وتردد كتير قبل ما يفوت بعالم التليفزيون ما قبل يوم من الأيام ولا نهار أن يكون عم بيشتغل دون المستوى لأنه بيعرف كيف يختار المسلسلات واشتغل كمانا بالصحافة 25 سنة عملوا بالتليفزيون ما خليه يفقد الشغف بالمسرح بيقول التمثيل هو شغف ووقتا بيتحول هيدا الشغف ليطلع لك مصاري بس فهو بيصير مهنة وبيبطل شغف وساعتا بيبلش بالانتهاء وطالما أنه الفرح بالعمل وحب المهنة موجودين فهون بتصير رسالة لحب عدة أدوار تنوعت بين الكوميدي والشخص الهادئ والحنون وبيقول أنه أول من ساعده أنه يكون عم بيمثل وشو ساعده أنه يمثل هو يكون عم بيشتغل على دوره ويكون عم بيدرس دوره مظبوط هيك بيكون أكتر عم بيساعد حاله أنه يقدد دور صح تمثيل كمان بيقول أنه هي مهنة صعبة كتير ما بيكتفي بس أنه يكون عم نوقف قدام الكاميرا ويكون شكلنا لائق ونكون حاطين الميكوب لأنه الشخص يلي بيمثل هو مثل الطبيب وفيه حيلا غلط أنه يكون عم بيقضي عليه من روح لأهم أعماله من أهم أعماله عنا السجين خطايا صغيرة راحو تاج أنا النحات الهايبة برداني أنا شحرورة دخين بالنار وأشرقت الشمس وغيرهم كمان قدم كمان أكتر من عشر أفلام سينمائية بلبنان وبالخارج منا بيروت يا بيروت واشتغل مع العديد من الكتاب والمخرجين عنا مثلون مروان نجار رامونا طايع كلوديا مارشليان شكري أنيس فخورة وكمان غيرهم كتير يعتبر من الموثلين المحظوظين بالدراما اللبنانية العربية لأنه بعضه بيقدم لهلأ أدوار مهمة وهو فنان أكيد بيقدم إبداع فهو مش بس مجرد فنان عادي وفاز كمان بجهزة الأسكار تقديرا لموهبته الفنية مع شخصيتنا اليوم بسيليبريتز بدنا نروح للفقرة البعضة اللي هي باتس أد نيتشر في هذه الفقرة كل مرة منروح على عالم الحيوانات والطبيعة ونتعرف أكتر عليهم نبدأ مع النيتشر ومع عالم الطبيعة ونتعرف على فوائد النعنى النعنى موجودة بالطبيعة بأنواع كتيرة بيوصل عدد أنواعه تقريبا ل600 نوع بالنسبة لأهم فوائد النعنى المغلة للكلون فهو بيأثر بشكل إبداعي بتخفيف أعراض متلازمة الكولون العصبة مثل ألام البطن والانتفاخ وتكون الغازات بيساعد كمان على تخفيف أعراض عصر الهضم بيساعد على الاسترخاء العضلات لدى العديد من الأشخاص وبالنسبة لذات النعنى فهو بيمتلك خصائص مضادة للبكتيريا وللفطريات بيقلل كمان من السعال من أعراض نزلات البرد وتجنب الالتهابية اللي بيصيد بالفم والالتهابات الجهاز التنفسي والرئة وتخفيف من ألام أعصاب الأسنان كمان بيعزز الذكرى وبيبعد الألأ وبيساعد على الاسترخاء أما بالنسبة لوراء النعنى فهي غنية بالفيتامينات والمعادن وفينا مستعملها بالعديد من أنواع الصلطة والحلويات بيساعد كمان على تقليل نسبة السكر بالدم وخاصة لدى مرضى سكري وبيساعد كمان على خفض ضغط الدم بنروح للباتس مع عالم الحيوانات وبالأخص مع طائر العندليب يلي هو طائر الرومانسية اطلق عليه هيدا الاسم بسبب ميلو الفطرة بيجذب الإناث لقلو بيصدر الأصوات وبيبقى مع أليفو وهو بيغرد بالسماء وبالنسبة للذكور فهي يلي بتغني أجمل الألحان هو طائر بعيون صغيرة سوداء أو بنية داكنة وعنده ذيل بلون البنة وبطن ممتلق بلون فاتح بالإضافة للمنقر يلي عنده يلي هو صغير وأرجل طويلة باللون البنة كمان الفاتح بيتراوح طول العندليب بين 16 و 17 سنتيمتر وبالنسبة لوزنه فهو بيتراوح بين 16 و 39 جرام بيعيش حوالي سنوات وبيعيش كمان بالغابات المفتوحة والمناطق الكثيفة النباتات والقريبة من المسطحات المائية والحضائق الصغيرة بيتغزع على النمل الضبات وديدان الأرض وبياكل التوت العندليب العندليب هو عصفور بيجذب الكثير لإله وبيعرف بأنه هو مضاد للاكتئاب فهو بيشفل كثير من المرض المصابين بمرض الاكتئاب وبيتعلم صغار العندليب الطيران من 3 إلى 7 أيام وبعد أربعة أسابيع بيكونوا هني قادرين أنه يكونوا عا بيعيشوا بحياة مستقلة لحالهم مشاهدينا مع كل هالمعلومات بلنروح لآخر فكرة معنا اللي هي بتحتبع على فيديو هذا الفيديو هو للست هدى أبو الجودة لحنشوفه هلأ سوا مرحبا معكم حيال الست هدى نحن وعدناكم بحيال تختص بالتدبير المنزلي ومنها اليوم رح نحكي شوي عن تنظيف حاسية كل حدا عندهم حاسية بيقدر ينظفها بطريقة كتير بسيطة وهيني نحن وقتل منطلب دليفيري على البيت وبيطلع معه كاتشاب ما نكبهم فينا نجمعهم بكيس ونحطهم بدرفة البرات لا استعمالهم عند الضرورة في كتير ناس ما بتقتني نحاس بتخاف من قصة تنظيفه تنظيفه كتير هين نحن فينا نلمع نحاس بالكاتشاب من بالسفنجة ماي منغبط الكاتشاب بهالطريقة عالسفنجة وهيدا كيس إلو زمان مش منظف رح نشوف طريقة تنظيفه كيف نحن رح نفرق هون بهالشكل هيدا وقتل بتكون قطعة معمولة من نحاس وكتير إلى زمان مش منظفه فينا نزيد نقطة تخلقه بيد مع الكاتشاب ونكفي تنظيفه أنا بس لح أعمل ميلة كاملة لحتى فرجيكم الكاتشاب شو قلو تقسير على تنظيف النحاسية والأهم من هيك أنه نحن عم نستعمل مواد موجودة بالبيت موجودة بكل البيت بهالشكل هيدا ونحن فينا أنه ننقع النحاسية بالكاتشاب بهالشكل ونتركها تقريبا بحدود العشر دقيق ونرجع نمسحها ومن بعد ما ننظفها بالسفنجة أكيد نحن فينا نصوبناها بالماء وفينا اللمعها بأنه نمسحها بورق المطبخ بهالشكل هيدا أكيد هلأ أنتوا لحظتوا الفرق على الكاميرا بتكونوا لحظتوا الفرق هون بعضو مشوي هون تنظف وأهم شي إنه نحاس من بعد ما ننظفوا ما نعرضوا للهوا وإذا فينا نحن نلمعه بدون ما يجي عليه ماء بيكون أحسن بيضاين أكتر نضيفه ملمعه وفكرة اليوم من حيال الستهدى بنشوفكم بغير حلق مجايدين هيدا كانت حلقتنا اليوم ولدي أنا بشتجدد الأسبوع الجاي باي باي اشتركوا في القناة